اشتركوا في القناة شرم الشيخ بمصر باشغال منتدى افريكا 2018 المنتدى الذي يهدف الى تطوير التجارة وتعزيز الاستثمار في افريقيا ورفع من نسبة الاندماج الاقليمي يبحث ايضا المسائل المتعلقة بريادة الاعمال وتمكين المرأة من اتخاذ القرارات تجسيدا لبرنامج رئيسي الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة اشرف امس وزير شؤون الدنيا والاوقاف على تدشين مسجد الامير عبدالقادر بالباهية وهران هذا الصرح الديني الذي اعتبره الوزير رمزا للاخوة بين الجزائر وتركيا حيث تم نقل صلاة الجمعة منه على المباشر عبر التلفزيون الجزائري وتمحورت الخطبة حول موضوع العيش معا بسلام محمد عيسى دشن بوهران ايضا مسجد رباطي طلبة الذي يعد صرحا دينيا يضاف الى المعالم الدينية التي تسخر بها مدينة وهران باعتبارها اماكنا للعبادة ونشر تعاليم الاسلامي السمحة المتابعة لصفيان مقنين مسجد الامير عبدالقادر بوهران تحفة معمارية ومظهر اخر من مظاهر الروابط الحضارية التي تربط تركيا بالجزائر اشرف على تدشينه اليوم بوهران وزير شؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى التي تبرعت شركة توسيا لتابعة لذات الجنسية التركية ببناء مسجد اسميناه على اسم الامير عبدالقادر الجزائري فنحن سنكون اوفياء كذلك لاخواننا الذين وقفوا معنا بالامس لتحرير مدينة وهران ولتحرير السواحل الجزائرية من الوجود الاستعماري الصليبي المسجد الذي شهد اقامة صلاة الجمعة لاول مرة سبقه تدشين لمسجد اخر باعالي المدينة سمي بمسجد رباط الطلبة كل هذا يدخل في مبدأ الوفاء الذي خصه سيد الرئيس الجمهورية بخطاب متميز والذي اجاب عنه ائمة المساجد بالوفاء لسيد الرئيس ولما سياسته خاصة سياسته في المصلحة الوطنية والعيش معا في سلام لتبقى هذه المعالم الدينية منارة للإسلام المنفتح الداعي لمبادئ التسامح والعيش معا بسلام في قطاعي على شغال العمومية ينتظر سكان المناطق الحدودية بتيزن وتين الشروعة في عملية اعادة تأهيل طريق الرابط بين تينزواتين وتمنرست من اجل فك العزلة عن هذه المنطقة وبعث التنمية بها فاطمة زهراء بن فرج الله وتفصل عبر هذه المسالك الصحراوية الوعرة يتنقل يوميا سكان تينزواتين نحو تمنرست ومعها تتكرر هذه المشاهد والله طريقة هذا رتعبتنا فيها الحجار فيها مضانات فيها فيها التعب والصبلاج والحجار مكسرة بالزاف وفيها الخفاري وفيها الويدان وفيها كل شيء واتما وش طالبين تمام نحن طالبين لا يسقوا مطريقة مشكلة النقل طبيعة الحالي أنه غياب الطريق كم على بالكم أستاذ يجي يعني آللوتور يعني تحسب له مليون في الطريق هي معاناة يعيشها سكان تينزواتين منذ سنوات ولوضع حد لها سيتم الانطلاق قريبا في أشغال إنجاز الطريق الرابط بين تينزواتين وسلت حسب الجهات المعنية بالنسبة للقطاع الأشغال العمونية قلنا أن ثلاث مشاريع هامة أهم هذه المشاريع هو الطريق الرابط بين تينزواتين وسلت على مسافة 365 كم ومنها 160 كم رهها قيد الإنجاز تبقى 207 كم تم تقسيمها على خمس مقاولات بمعدل ما يساوي 40 كم لكل مقاولة وسوف تنتلق في القارب العاجل إن شاء الله وفي قطاع الفلاحة سياسة مرافقة الفلاحين بولاية عنت موشنت أثمرت مرضوضا وافرا من مادة زيت الزيتون البكر جودة المنتوج وقابليته للمنافسة يفتح آفاق نواعدة أمام المستثمرين لتصدير هذه المادة خضر الشكر تقدر المساحة المغروسة بأشجار الزيتون بولاية عنت موشنت بأزيد من 10 ألف هكتار منها 7400 هكتار مساحة الأشجار المنتجة بمعدل كمية إنتاج تفوق 130 كم تار توجهوا لاستخراج زيت الزيتون البكر الممتاز زيت الزيتون عدنا من 12 حتى 14 لتر في الهكتر لتر أي من 12 حتى 17 لتر في القنطار هذا حسب الأصناف الموجودة ما يخفش أدنا الأصناف الموجودة هي سيقوات وأدنا الشمليل وهناك صنف ثاني أربيكينا وصنف أزراج وصنف آخر مونزين العام نيفات دمناه الإنتاج تحت 8 ألف لتر بتاع زيت الزيتون بكر الممتاز وهذا العام إن شاء الله هننسيه ونضيره بين 10 ألف حتى 12 ألف لتر ورن نحاوله مستقبل إن شاء الله لأن نقتحم من باب للتصدير إنجاز تحقق بفضل مختلف التدابير التي وفرتها الدولة لتشجيع زراعة أشجر الزيتون والنشاطات المهنية المرتبطة بهذه الشعبة والتحدي الأكبر قائم لتوسيم المنتوج وتصديره إلى الخارج وتوصلنا وين خرجنا وين ديستنكسيو كوميرسيال وكننا احنا تكون على مستوى جيهوي والضم قاع الولايات والولايات اللي بغت تدخل مرحبة بيها بقيتنا اليوم راه باقينا غي حاجة دونك باشي لها البرودوين تعنا ينبع ما ينبعش في إطار جمعية لا كيفاش قلنا نمشو لازمنا احنا محكومة لنا باش نديروا دي كوبراتيف تعاونيات تخلنا في الجودة تح الاتحاد الأوروبي وطعونا شهرات باش نخدمه باش نديروا السرعة في الانبالاج وباش نديروا الزيتزيتون في القرعة تعزاج ويرحن المزارعون على النهوض بهذه الشعبة واكسابها قدرة نفسية بعصرنة أساليب الإنتاج وجودة المنتوج تنهي وزارة داخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها إلى علم المنتخبين المحليين الرغبين في الترشح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين والمقرراتي في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجري بأن آخر أجل لإدعاء ملفية ترشحه وغدا الأحد الموافق للتاسع ديسمبر الفين وثمانية عشر على الساعة الرابعة والنصف مساء وذلك طبقا لأحكم المادة 114 من القانون العضوي رقم 1610 والمتعلق بنظام الانتخابات إلى أخبارنا الدولية وفي الشأن الصحراوي أعرب الاتحاد الأوروبي عن جرهزيته للمساهمة في الإجراءات التي من شأنها خلق جو إيجابي لأجل تسوية النزاع في صحراء الغربية وأكدت الناطق الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح لها عقب انعقاد المفاوضات بجونيف السوسرية حول النزاع في الصحراء الغربية أن انعقاد طاولة المفاوضات الأولى بجونيف حول الصحراء الغربية قد شكل أول اجتماع خلال ست سنوات من المحادثات المباشرة مؤكدة أن هذا يشهد على المجهودات المتجددة للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص من أجل تسوية النزاع في صحراء الغربية وجمع طرفي النزاع والدول المجاورة في إطار روح الانفتاح والاحترام المتبادل شرق أوسطياً اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها أمسي ثمانية قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة للتأكيد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال بما في ذلك القدسة الشرقية وكانت أبرز القرارات الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية وحماية المدنيين وقت الحروب إلى فرنسا حيث تجمهر منذ الصاعات الأولى من صباح اليوم مئات المتظاهرين من السترات الصفراء بصاحة شانزيليزي في العاصمة باريس لمواجهة احتجاجاتهم وذلك للسبت الرابع على التوالي في وقت شددت فيه السلطات الفرنسية ضوقها الأمني تحسبا لتكرار أحداث الفوضى وأعمال الشغب التي طالت العديد من الشوارع الرئيسية والمحلات التجارية حيث تم نشر ميافوق تسعة وثمانين ألف شرطي كما تم إغلاق جميع المعالم السياحية الهامة إلى جانب المتاحف ومحطات القطارات في سوريا يزداد الوضع الإنساني سوءا في مخيمات اللاجئين السوريين في المناطق الشمالية على الحدود التركية خاصة مع حلول فصل الشتاء حيث سجلت منظمات إنسانية دولية تأزم وضع اللاجئين للعدام الخدمات الضرورية من الرعاية الصحية والتعليم تقرير العربي قجال يعانون الأمرين في هذه المخيمات التي تفتقر إلى أدنى متطلبات الكرمة الإنسانية أزيد من عشرة آلاف نازح سوري رمت بهم الحرب الطاحنة إلى المنطقة الشمالية على الحدود التركية يستجدون المعونة الإنسانية الغذائية والصحية بكميات تتفاوت من يوم لآخر لكنها وعلى الإجمال لا تلبي الحاجة ولا تستوفي في الكثير من الأحيان الطلب لسيما مع دخول فصل الشتاء الذي فاقمت تبعاته الوضع الإنساني خاصة لدى فئتي الأطفال وكبار السن لما نرجع لبيت الروح نحفظ دروسنا نحفظ كرشي بعد ما نحفظ نطلع ثاني نلعب ما نقلع لا مجال للعمل أو للسفر ومن استطاع من النازحين العمل فإن كسبه لا يغطي أدنى متطلبات العيش وهو ما يرفع أرقام الطلب على المساعدات الإنسانية الوضع إذن في هذه المخيمات يتردى من سيء إلى أسوأ خاصة بعد إيقاف سلطات تركيا إجراءات تسجيل اللاجئين سوريين الجدد مع بعض الاستثناءات وهو ما قد يحرمهم من المزيد من الخدمات الضرورية كالرعاية الصحية والتعليم حسب منظمات إنسانية دولية إلى عالمية الفضاء حيث أطلقت الصين اليوم المسبار القمري تشانج آ4 للهبوط على الجانب البعيد للقمر حيث أعلنت مصلحة الفضاء الوطنية أن المهام العلمية للمسبار القمري تشمل الرصد الفلكي للموجات اللاسلكية منخفضة التردد وفحص تضاريس وتشكيلات أرض القمر ورصد تركيبه المعدني وفحص بنية قشرته من أجل دراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر أوداء إلى أخبار الوطن وفن فن الرابع اختتمت أمس بعاصمة تيطري المدية الطبعة الثانية عشر للمهرجان الوطني للمسرح الفكهي بتطويج أحسن الأعمال ومكافأة أقول أحسن للفنانين والمبدعين في طبعة عرفت توافدا كبيرا من عشاق هذا الفن لجواء ينقلها لنا يوسف طفر المهرجان توج المشاركين بعد أسبوع من الفرجة عادت جائزة أحسن ممثل منصفة بين عاطف كريم ومورد مجران وجائزة أحسن ممثلة لأمال بن عمارة وجائزة أحسن موسيقى لأحمد حليم وأحسن سينغرافيا لمسرحية تيك تاك بوم وأحسن نص وأحسن إخراج لمسرحية جيسعة ودرسعة وعادت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لزواج مخبري وتوجت بالعنقود الذهبي مسرحية بروسي لتعاونية طبلة المسرحية فرحة بزيف عارمة أول حاجة أننا نشكر جمهور المدية هو اللي شجعنا هو اللي إعطانا العقود الذهبي أنا ذا اللي نقولها يطريك السحة جمهور المدية ورأني فرحة بزيف بزيف لأنها عملي مرحش باطل وفرقة كلها خدمت تعبت التكرم على هذه الولاية التاريخية الجميلة المعروفة بالتذوقها للفن يتكرم علىها بمصرح جهوي يضع معاناة لهذه الجمهور لما يقدرش يدخل للقاعة لأن الجمهور تعامدية معروف من الزمان بالمصرح بالفن بالحضارة بالثقافة هو أنقود بمداق الذهبي وذوق الثقافة والفن الرابع هي ليلة التتوجات والاعترافات وكل سنة والمصرح الفكهي بخير وعاشت المدية عروصا للمرح فنيا دائما وأحياء للذكرة الثانية لرحل عيقونة الملوف الحاج محمد الطهر الفرغاني نظم بركح المصرح الجهوي لولاية قسنطينة حفل فني عرفانا وتقديرا لعطاءات الفنان الراحل ومتابعة لعيسى الطاروب من الصرح الثقافي الذي يحمل اسمه حارسة الأسرة وحفل كبير من صناع الفني وكبار المسؤولين بولاية قسنطينة على إحياء الذكرة الثانية لرحل عيقونة الملوف الحاج محمد طهر الفرغاني رحمه الله وهنا استذكر الرفقاء علاقتهم بالهرم الكبير خلاء تورات كبير خلاء مهارات عديدة في الميدان الفني ما كانش اللي يقدر يعمل كيفوه طيلة هات السنوات اللي نعرفوها ذكرة تعالى الحاجة هذي كل عام تتكرر وانا ماذا بينا ماذا بينا اليوم هذي اليوم هذي يكون يوم الملوف يوم السبعة ديسمبر يكون يوم الملوف تقديرا للفنان للعطاء واش مد هنا في الجزائر ولا خارج الجزائر الحاجة رح يتكلم الحاجة رح يكون حاضر معنا اليوم سرسة رح يتكلم مع الأصدقاء الأصدقاء رح يتكلموا معاه ولاده رح يجاوبوه بالأهلا في عرض متكامل بين الخشباء بين الرفق وبين الليماج غاب علينا شيخ الملوف والملوف كلمه بالمعاني الله يا رحمك يا الحاج محمد الطهر الفرغاني فنان ترك ورأه إرثا فنيا ضخما في رحلة عطاء استمرت لأزيد من سبعين عاما وهو ما يسعى الأبناء والأحفاد لحفظه ونقله وخلنا لنا مسؤولية أنا كدوري كحافظه أنا رح إن شاء الله رح نكمل في هذا المشوار رح يقديم الفنتان الجزائري بخير ولا خير إن شاء الله بالمناسبة تم تكريم رئيس الجمهورية بساعة المرحوم اعتبارا أن الوقت هو أثمن ما في الوجود والزمن وحده كفيل بحفظ إرث الرجل أخبارنا بذات تمت مشاهدينا شكرا دائما على الكرام المتابعة لتواصل معنا عنويننا الإلكترونية في الخدمة شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم وإلى اللقاء لكم وإلى اللقاء